أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة في درس جديد من دروس التفاعلات التأكس والاختزال في هذا الدرس سوف نتعرف إلى كفية موازنة معادلات التأكس والاختزال في الواقع نحن نعرف أن المعادلة الكيميائية هي تعبيرا واقعيا عن التفاعل الكيميائي ونظرا لأهمية هذه المعادلة وخاصة في الحسابات الكيميائية فإنه لا بد أن تكون هذه المعادلة موزونة فماذا نعني بأن المعادلة موزونة أو بموازنة المعادلات لكي تكون المعادلة موزونة كيميائيا فيجب أن تحقق شرطين الشرط الأول هو قانون حفظ المادي وهو يعني أن عدد الذرات وأنواعها وكمياتها الداخلي في التفاعل يجب أن تكون مساوي لعددها وأنواعها وكمياتها الناتجة عن التفاعل ولا يجوز أن يكون هناك خللا في أنواع وأعداد وكميات هذه المواد في التفاعل هذا شرط يسمى هو قانون حفظ المد والشرط الآخر هو ما يعرف بقانون حفظ الشحن الكهربائي وهذا أيضا يعني أن مجموعة الشحنات الكهربائية للمواد المتفاعلة في الطرف الأيسر يجب أن يكون مساويا لمجموعة الشحنات الكهربائية الظاهرة على المواد في الطرف الأيمن وبالتالي إذا تحقق هذان الشرطان تكون المعادلة عمليا موزونة من الناحية الكيميائية في الواقع هناك طرق عديدة لموازنة التفاعلات وقد درست بعض هذه الطرق في سفوين سابقة فدرسنا مثلا طريقة التجريب أو الخطأ والصواب ولنتعرف إلى كافية موازنة معادلات التفاعل الكيميائي بطريقة المحاولة والخطأ أو بطريقة التجريب سوف نأخذ المثال الآتي كيسي الأوثري أعطانا كيسي الزايد أوتو الآن لنحاول أن نوازن هذه المعادلة نبدأ مثلا بذرات البوتاسيوم نلاحظ أن هناك ذرة بوتاسيوم واحدة وفي الناتج هناك ذرة بوتاسيوم واحدة وبالتالي يمكن القول أن البوتاسيوم حتى الآن هو في حال التوازن نأخذ ذرات الكلور أيضا في المواد المتفاعلة هناك ذرة كلور واحدة وفي الناتج هناك ذرة كلور واحدة وهذا يعني أيضا أن الكلور هنا أيضا موازن حتى الآن الآن نذهب إلى الأكسجين نلاحظ أن في الطرف الأول من التفاعل هناك ثلاث ذرات أكسجين ولكن في الطرف الثاني هناك ذرتين أكسجين ولموازنة هذا العدد يمكن عمل ضرب تبادلي لأعداد الذرات للأكسجين في الطرف الأول والأكسجين في الطرف الثاني فنضرب طرف الأول له كيسي الأو ثري نضربه بثنين ونضرب الناتج أو تو بثلاث فيصبح لدينا ثنين في ثلاثة أكسجين هو ست ذرات أكسجين ويصبح أيضاً لدينا 3 في 2 أكسجين هو صارسة الدرات أكسجين لكن في الواقع أصبح هناك خلل في عدد درات البوتاسيوم والكلور في التفاعل فنعود لموازنة درات البوتاسيوم مرة أخرى أصبح في الطرف الأول لدينا ذرتين بوتاسيوم لكن في الناتج هناك ذرة واحدة بوتاسيوم ولديك لابد من ضرب الكيسي أل كمادي ب2 حتى يتوازن عدد درات البوتاسيوم فنضرب الكيسي أل ب2 فأصبح لدينا ذرتين بوتاسيوم في الطرف الأول وذرتين بوتاسيوم في الطرف الثاني الآن نعود لموازنة الكلور نجد أن الكلور فعليا قد أصبح موازنا حيث أن لدينا ذرتين كلور في الطرف الأول ولدينا ذرتين كلور في الطرف الثاني وهكذا نكون حاولنا بطريقة التجريب والخطأ والصواب أن نوازن هذه المعادلة وبالتالي نحصل على المعادلة الموزونة في المحصنة هي على هذا النحو ولكن في الواقع هذه الطريقة قد لا تصلح لموازنة جميع التفاعلات وخاصة تفاعلات التأكسد والإختزال فكيف يمكن أن نوازن معادلات أو تفاعلات التأكسد والإختزال؟ تتوازن معادلات التأكسد والإختزال بعد الطرق منها عدد التأكسد ومنها نصف التفاعل أو طريقة الآيون إلكترون في الواقع أننا سوف نركز فقط على طريقة واحدة من هذه الطرق وهي طريقة نصف التفاعل أو ما يعرف بطريقة الآيون إلكترون يطلق على هذه الطريقة اسم طريقة نصف التفاعل وذلك أننا نقسم التفاعل إلى نصفين أحدهما نصف تفاعل تأكسد والآخر نصف تفاعل اختزال ونقوم بموازنة كل نصف تفاعل على حدة ولكي نعرف كيف نوازن هذه المعادلات سوف نأخذ معادلة معينة ونحاول أن نوازنها بطريقة نصف التفاعل اللي هي ايون الكترون فنأخذ المعادلة مثلا اي جي بلاس زائد زد ان اعطانا اي جي زائد زد ان بلاس تو الآن نقسم المعادلة إلى نصف تفاعل نلاحظ أن اي جي قد تحول من اي جي بلاس إلى اي جي وهذا يعني أنه قد حدث له اختزال وبالتالي زد ان إلى زد ان موجب اثنين حدث له تأكسد هذه أول خطوة إذن قسمنا المعادلة إلى نصف تفاعل الخطوة الثانية نأخذ كل نصف تفاعل على حدة ونقوم بموازنته بطريقة منفصلة عن الآخر لنأخذ مثلا نصف تفاعل التأكسد اللي هو زد ان اعطانا زد ان موجب اثنين أول خطوة دائما في الموازنة هي موازنة أعداد الذرات فنلاحظ عدد ذرات الزد ان في الطرف الأول وعدد ذرات الزد ان في الطرف الثاني نلاحظ أن هناك ذرة زد ان واحدة في الطرف الأول وكذلك هناك عيون واحد من الزد ان البلاس تو في الطرف الثاني فبالتالي نقول أن عدد ذرات الزد أن هنا موزوني لو نظرنا إلى نصف التفاعل الإختزالي هو الـ AG إلى AG AG بلاس إلى AG أيضا نلاحظ أن هناك أيون واحد AG وفي الناتج هناك ذرة واحدة AG ونقول بذلك أن عدد ذرات الـ AG قد توازنت إذن أصبع أن لدينا نصف تفاعل تأكسد عدد ذراته موزوني في الطرفين ونصف تفاعل الإختزال أيضا عدد ذراته موزوني في الطرفين الآن سوف ننتقل إلى الخطوة التالية في هذه الموازنة وهي موازنة الشحن الكهربائي إذا نظرنا إلى الشحن الكهربائي نلاحظ أن عدد ذرات الزد أن أن مجموع الشحن على الطرف الأول للزد أن هو صفر بينما في الطرف الثاني هو زائد اثنين نلاحظ أن هناك فرق في عدد الشحن وهو بمقدار اثنين بين الطرف الأول والطرف الثاني لذلك نضيف اثنين إلكترون إلى الجهة الأكثر موجبية في التفاعل حتى يتوازن مقدار الشحن فأضفنا هنا ثنين إلكترون فلاحظ أن أصبح المجموع هنا سالب اثنين وزائد اثنين أصبح المجموع هنا كم؟ صفر وفي الطرف الأول بقي المجموع صفر وهكذا نكون قد وازننا الشحن الكهربائي لطرفي التفاعل نلاحظ نصف التفاعل الثاني لدينا اي جي موجب واحد وهذا يعني أننا لدينا في الطرف الأول موجب واحد وفي الطرف الثاني اي جي وهو عدد تأكسدها صفر أي أن شحنتها تساوي صفر في الطرف الثاني نلاحظ أن هناك فرق في الشحن بين الطرف الأول والطرف الثاني بمقدار واحد بمقدار واحد فنقول أن هناك فرق واحد في الشحن لذلك نضيف إلكترون واحد إلى الجهة الأكثر موجبية هذا يعني أننا نوازن الشحنات بإضافة الإلكترونات فإذا أضفنا إلكترون إلى الطرف الأول يصبح مجموعة الشحن زائد واحد للأي جي وناقص واحد للإلكترون يساوي صفر وفي الطرف الثاني مجموعة الشحن يساوي صفر وكذا نكون وحصلنا على موازن التفاعل على معادلة نصف تفاعل الاختزال الموزوني الآن بعد أن وازننا كل نصف تفاعل على حدة يجب أن نصل إلى المعادلة النهائية الموزوني وللوصول إلى المعادلة النهائية الموزوني يجب أن نجمع معادلتين نصف التفاعل التأكسد ونصف تفاعل الاختزال لجمع معادلتين نصف تفاعل التأكسد والاختزال يجب أن تكون أعداد الإلكترونات المفقودة في عملية التأكسد تساوي أعداد الإلكترونات المكتسبة في عملية الاختزال إلا أننا نلاحظ هنا أن في التفاعل التأكسد قد تم فقد إلكترونين في حين أن ذرة عيون الـ AG قد اكتسب إلكتروني مواحدا ولذلك لا بد من موازنة أعداد الإلكترونيات فنضرب المعادلة الثانية باثنين ليصبح عدد الإلكترونيات المفقود يساوي عدد الإلكترونيات المكتسبة وهكذا نحصل على المعادلة نصفاعل التأكسد الأول موزونا ونصفاعل الإختزال أيضا موزونا وأعداد الإلكترونيات هنا أصبحت في الحالتين متساوي لجمع المعادلة والحصول على المعادلة النهائية الموزونة لا بد أن يكون هناك جمعا جبريا فنجمع المعادلتين مع اختصار أعداد الإلكترونيات من الطرفين فبعا أن هنا هنا 2 إلكترون وهنا إلكترون مضروف في 2 فبيذهب من اختصر 2 إلكترون مع 2 إلكترون وبالتالي بيصفع لنا في المحصلة زد N زائد 2AG بلاس أعطانا زد N بلاس 2 زائد 2AG إذا نظرنا إلى المعادلة الكليين نلاحظ أنها أصبحت المعادلة الكلية موزونة وهذا يعني أن مقدار الشحن على الطرف الأول يجب أن يكون مساويلا لمقدار الشحن على الطرف الثاني وبنلاحظ أن هنا لدينا 2 موجب في الطرف الأول وأيضا 2 موجب على الطرف الثاني وبالتالي تكون الشحن موزيني وأيضا عدد الذرات نلاحظ أن لدينا ذرة Z1 وذرة Z1 في الناتج ذرتين ayونين ag في المواد المتفاعل وذرتين ag ناتجة وهكذا يكون أعدد الذرات قد تساوى في المعادلتين في نصفي التفاعل أو في المعادلة النهائية وهكذا نكون حصلنا على معادلة التفاعل كلية موزونة من خلال موازنة التفاعل بين طريقة نصف التفاعل أو طريقة الأيون إلكترون شكرا لكم وسوف نتابع مع موازنة المعادلات في الفيديو القادم اشتركوا في القناة